سر الإجابة في صورة الاستجابة معقولة هي في صورة في القرآن الكريم اسمها صورة الاستجابة آه سماها العلماء وكذلك إيه السر كده وليه سموها كده هقولك بعد ما تصلى على سيدك صلى الله عليه وسلم هقولك الصورة اللي العلماء سموها صورة الاستجابة وما السر في الإجابة علشان أنا عاوز ربنا سبحانه وتعالى كمان يستجب لك انت كمان كما استجاب لهؤلاء ما هي سميت صورة الاستجابة ليه؟ سميت صورة الاستجابة لعدد الاستجابات التي كانت في الصورة الله سبحانه وتعالى استجاب فيها أربع مرات الاستجابة الأولى كانت لسيدنا نوح عليه السلام والاستجابة الثانية كانت لسيدنا أيوب عليه السلام والاستجابة الثالثة كانت لسيدنا يونس عليه السلام والاستجابة الرابعة كانت لسيدنا زكريا عليه السلام وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم سيدنا محمد الصلاة وأتم التسليمات عرفت الصورة صورة الاستجابة صورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تعالى كده بقى أجيب لك الاستجابات اللي ربنا سبحانه وتعالى استجاب فيها علشان أقول لك السر في الإيه؟ السر في الإجابة وكيف تسلك هذا الطريق الذي من أجله استجاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أول حاجة سيدنا نوح عليه السلام وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبِلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ أَرْبِ الْعَظِيمِ أي رقم 76 للاستجابة الأولى الاستجابة الثانية سيدنا أيوب أي رقم 83 وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فاكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الاستجابة الثالثة سيدنا يونس اللي الصورة سمته بذنون وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين على طول أي رقم 88 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين استجابة الرضع والأخيرة سيدنا زكريا عليه السلام قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا على الرغم أن عمر سيدنا زكريا هو وزكته كان تجاوز عمر الثمانين سنة وعلى الرغم من ذلك ينجب سيدنا يحيا عليه السلام فاستجبنا له أي رقم كان تسعين ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة مش هقولك على سر الإجابة دلوقتي غير بعد ما تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبنى عاوزك تحفظ الأربع استجابات بتاعت سيدنا نوح وسيدنا أيوب وسيدنا يونس وسيدنا زكريا عليهم جميعا السلام سر الإجابة لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الأربعة وفي النهاية بعد ما تكلم عن سيدنا زكريا قال إبا إنهم خلي بالك بقى ده سر الإجابة إنهم كلهم الأربع يسارعون في الخيرات كده بس لا ويدعوننا رغبا ورغبا كده وبس لا وكانوا لنا خاشعين سر الإجابة في الثلاث حاجات دي أول حاجة عايزك تعمل خير اللي بيعمل خير ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يبقى ليك رصيدة عند ربنا سبحانه وتعالى سيدنا يونس عليه السلام لولا أنه كان عنده رصيد أو ليه رصيدة عند ربنا سبحانه وتعالى قال فلولا أنه في صورة الصافات فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلاص كده بفعل الخير بسر الإجابة السر التاني ويدعوننا رغبا ورهبا يدع ربنا سبحانه وتعالى في الصراء والضراء شغال دعاء فلاص كده ما بيلقاش ربنا وقت الشدة بس لا بيلقى لربنا سبحانه وتعالى في كل وقت والحاجة التالتة وكانوا لنا خاشعين يعني بيعملوا الحاجة صح ومخلصين لله سبحانه وتعالى ففعلوا الخير وضعوا الله سبحانه وتعالى في الصراء وفي الضراء وأخلصوا في أعمالكم وفي دعائكم الله عز وجل سيستجيب لكم لأن الاستجابة أو أنت أصلا لما تستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى هذه فيها حياة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم عايز حياة طيبة في الدنيا استجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى وخلي بلك فرق بين الذي يستجيب لأوامر الله وبين الذي لا يستجيب لأوامر الله الذي يستجيب لأوامر الله كما قال ربنا إذا دعاكم لما يحييكم بخلاص يحيي حياك ويسا من عمل صالحا من ذكي ومن فهو مؤمن فلا نحيي نوح حياة طيبة تبين لما استجابش قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من من اتبع أهواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وعايز الدكباء هديتين حلوين اللي بيستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يغفر له ذنوبه ويدخلوا الجنة إزاي؟ أول حاجة يا قومنا أجيبوا داعي الله هو استقاب أجيبوا داعي الله وآبنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم هو استقاب ربنا سبحانه وتعالى غفر له وهي كمان ويدخلوا الجنة للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى الاستجاب لأمر الله الله عز وجل وعده بالجنة فعليكم بقراءة سورة الاستجابة وهي سورة الأنبياء وتعلموا من سيدنا نوح وسيدنا أيوب وسيدنا يونس وسيدنا زكريا وكيف استجاب الله سبحانه وتعالى لهم جميعا لعلنا قد عرفنا سر الإجابة في سورة الاستجابة اشتركوا في القناة